نشطاء يسخرون من ابتسام تيسكت بعد إعلانها عن تربيتها لفهد في منزلها وشبه المتابعين إطلالة تيسكت بإطلالة الفنانة المصرية ياسمين صبري أولاً وقبل المشاهدة فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو أعلنت الفنانة ابتسام تيسكت عن صديقها الجديد فهد من خلال مشاركتها صوراً ومقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت تيسكت في الصور مرتدية لباساً يشبه جلد الفهد مما أثار فضول متابعيها حول طبيعة اللقاء وعلاقتها بالشخص الجديد في حياتها ترتبط هذه الظهورات النادرة لابتسام تيسكت بتغيير واضح في نهجها الفني حيث أصبحت اختياراتها للإطلالات والمشاركات تحمل رسائل ورموزاً تتخذ منها وسيلة للتعبير عن ذاتها تأتي تلك الظهورات النادرة بعد فترة من الانقطاع عن وسائل التواصل حيث بدأت تيسكت تستعيد التواصل مع جمهورها بحذر وتنوع اللباس الذي اختارته تيسكت الذي يشبه جلد الفهد لفت انتباه المتابعين وأثار استفسارات حول إمكانية أن يكون هذا الظهور جزءاً من حملة إعلانية لمنتج ما الكثيرون يتوقعون أن يتم الكشف عن تفاصيل هذا الإعلان في الوقت المناسب من الواضح أن تيسكت بدأت ترتبط بشكل أكبر بمتابعيها من خلال اختياراتها الفنية والتفاعل المحدود الذي تظهره عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أنها تولي اهتماماً خاصاً لتأثير صورها وكلماتها مما يعكس تطوراً في استراتيجيتها الفنية والتواصل مع الجمهور بالنظر إلى هذا الجو الغامض الذي خلقته تيسكت من خلال الكشف عن صديقها الجديد بطريقة غير مباشرة يظل السائلون ينتظرون المزيد من التفاصيل والكشف عن الغموض الذي يحيط بتلك اللقاءات والظهورات الفنية المفاجئة